في نفس اللحظة بقى انا بقول لك انبارح كان يوب احتفالي بمصر في دولة الامارات بقادة الامارات في الماتشف ابو ظبي كنا في دبي دبي عاملة مهرجان تكريم لحاجة اسمها صناع الامل مين صناع الامل؟ مبادر اسمها صناع الامل صناع الامل في العالم العربي الشيخ محمد بن راشد كان موجود مبارح بيكرم خلص بقى بدون الالقاب بيكرم ابن مصر مجد يعوب هو في حد ذاته لقب هو مثال للاحترام ده اللي انا احتفي بيه مجد يعوب ده اللي انا اطلع باوتوبيسات لمطار القاهرة استقبله واقول لابني مجد يعوب ده مصري يمثلني وقامة مصرية علينا نحتفي بيها هو مش عايزك تحتفل بيه ما بيدورش على الحاجات بس مدينة دبي مبارح والشيخ محمد بن راشد كان بيحتفوا الصور امامكم بمجد يعوب هل اكتفوا بس بالنياشين والاوسمة والحاجات دي لا خالص ده جمع مبارح تبرعات بلغت 44 مليون درهم قرابة المتين مليون جنيه واعلن الشيخ محمد بن راشد ان ابنه الشيخ حمدان قرر ان يتبرع بما يوازي اجمال التبرعات اللي جمعت لمستشفى مجد يعوب قالك الناس جمعوا كام 44 مليون درهم انا هتبرع ب44 مليون درهم وتم التبرع لمستشفى مجد يعوب باسوان ب400 مليون جنيه 400 مليون جنيه وفنان الجميل احمد حلمي تبرع امس بمليون جنيه لمستشفى مجد يعوب شايف الامارات كان بتحتفل بيك ازاي شايف انا منفعل ليه عشان احنا كان سلوكنا ايف وابو زبش شايف دولة الامارات واعلام الامارات واشقاءنا والقادة في الامارات كانوا بيحتفوا بمصر ليلة مصرية امبرحت ولا 24 ساعة دولة الامارات مش دولة صغيرة اخوانا بتحتفي بيك عدد السياح اللي بيزوره دبي اكتر من السياح اللي بيزوره مصر ومع ذلك الدولة وقفة امبارح على حيلها تحتفي برموز مصرية وتقيم مباراة لسوبر ايضا على ارض الامارات تحية لمن يمثلنا بفخر واحترام مجد يعقوب ابن مصر بس لكن كل من يسيء للاداب العامة والاخلاق العامة لا فورا فورا واتمنى بقى اتمنى اسمح حد يبل لرقنا اشتركوا في القناة